احنا النهاردة دايماً بنتكلم عن أصحاب السعادة وأصحاب السعادة ليهم حق علينا وكمان أصحاب السعادة كمان كل مؤسسات الدولة بتدعمهم عشان تساعدهم عشان يعيشوا حياة سعيدة ومستقرة ولذلك كان من أهم المبادرات ومن أهم المجهودات اللي بتقوم بيها دار الإفتاء المصرية مجهود مهم جداً 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 في دورات تأهيل المقبلين على الزواج دورات دي بدأت من 2014 والدورات دي وصلت الآن لأكتر من 17 برنامج تدريبي قامت بيه دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصرية كانت البرامج كلها بتكون أوفلاين بتكون في مقر دار الإفتاء المصرية ولكن تطورت البرامج دي تطور مهم جداً 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 ضمن مشروع بتعمله دار الإفتاء المصرية ضمن مبادرة فخامة الرئيس وضمن مجهودات الدولة في الحفاظ على الأسرة المصرية وقامت دار الإفتاء المصرية بعمل دورات للمقبلين على الزواج أولاين بيوصل الناس اللي بيقدموا فيها بيوصل فيهم إلى 1700 متقدم وبقت الدورات دي الدورات مهمة جداً جداً مش بس توسعت دار الإفتاء المصرية كمان في الدورات وعملت شيء مهم جداً أني بدأت تنقل هذه الدورات أيضاً إلى محافظات أخرى وكانت الدورة اللي كانت الأسبوع الماضي وأظنها تختتم في هذا الأسبوع كانت دورة في محافظة الإسكندرية إسكندرية لها مكانة خاصة في قلبي وكان الدورة كانت دورة مليئة بالأشياء الجديدة والمهمة الدورة بيبقى فيها تخصصات كتيرة كلها كل ما يحتاجه الزوج والزوجة في بناء أسرتهم الجديدة هتجدوا موجود في الدورة دي بما في ذلك الكلام عن الاقتصاد وإدارة موارد الأسرة وكمان الكلام عن الجوانب النفسية والجوانب الاجتماعية وكمان الصحة الإنجابية وهتاج اتكلام عن الدكور وهتاج اتكلام كتير جدا جدا في الدورة دي انا كنت مشارك يوم الاربع الفات في الدورة واتكلمت مع المقبينة على الزواج وانا دائما بيبقى عندي اهتمام كبير جدا جدا بدورات المقبينة على الزواج اتكلمت مع المقبينة على الزواج وابتدنا نتدرب على مهارات مهمة جدا جدا من المهارات الزوجية لازم نعترف ونقول ان دورات المقبينة على الزواج حل سحري في قضية إنشاء الوعي الكافي لمسألة الزواج ولكنها هي محتاجة أن احنا نهتم بها جدا لو شفتم السور اللي احنا عرضناها هتشوفوا كم الإقبال اللي كان موجودة عند الشباب احنا في الحقيقة احنا محتاجين نقدم هذه المجودات للشباب وهذه المجودات للشباب أنا ببشر شوفوا الصورة دي مليانة ازاي مليانة عدد من الناس بمليانين بالتفاؤل صحيح أنا قاسف يعني صحيح بتبقى الفتيات والبنات أكتر في الدورات دي وده بيبقى حاجة ملحوظة وده بيبقى لأن طول الوقت احنا بنشايفين إن المرأة بيكون عليها مسؤولية كبيرة في مسألة صيانة الحياة الزوجية والحرص عليها وفي كل الأشياء التي تتعلق بالتعليم بنجد المرأة حضرة بشكل كبير جدا جدا ومش بس كده هي كمان بتبقى حاسة إنها عليها عبء كبير جدا جدا في مسألة إنها تشير الصورة السلبية عن مسألة عدم استعدادها لمسألة الزواج كمان شوف إزاي كانوا متفاعلين جدا 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 أعتقد في الصور كمان صور فيها بيبان فيها التفاعل وإزاي هم داخلين شوف ده كان محاولة لتدريب على مسألة إزاي هتتم مقابلة الخطوبة وإزاي هنفرق ما بين المقابلة اللي هي مقابلة اللي بيروح يطلب فيها إيدي العروسة وإزاي هيتم الحوار ده بعيد عن كل الصور النمطية اللي فيها نوع من أنواع تسويد مسألة الزواج وجعل مسألة الزواج ميلاد جديد للإنسان ومحاولة للنضوج وإشراق شمس الرجولة بشكل جديد جدا 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 الدورات دي مهمة ولابد أن هي تكسف ولابد أن هي تعمق وأنا شخصيا مش بس استلهما لتجارب دول أخرى لكن أنا واثق جدا 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 أن شبابنا اللي انتوا شايفينهم في الصورة دي هم عايزين مزيد من الوعي ومزيد من الاهتمام وأنا شايف أن الدورات المقابلة على الزواج دي لابد أن هي تستمر ولابد أن احنا نهتم بيها اهتمام كبير جدا جدا ولابد أن هي نتوسع فيها وشكرا لدار الإفتاق المصرية أنها قامت بهذا التوسع في برامج المقابلة على الزواج وأنا عارف أنه في مؤسسات تانية للدولة بس دار الإفتاق المصرية مهتمية جدا جدا بهذه الدورات وأظن أن في الفترة القادمة ستكون هذه الدورات لها تأثير كبير جدا جدا في الوعي احنا ماشيين مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول لنا لا تحقرنا من المعروف شيئا ولو أن ترقى أخاك بوضع انطلق احنا بنقول أن مهما كانت مسألة ارتفاع نسب الطلاق مسألة مهمة ومسألة كبيرة لكن احنا هنمشي في اتجاه الوعي ونمشي في اتجاه الوعي ونحن نحرسين كل الحرص على أن احنا نطور من وعينا ونزيد المسألة وضوحا ونجون في أحسن حال وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى وبارك في هذه الجهود ويجعلنا دائما إن شاء الله في خير حال ويجعل هذه الجهود محل نظر مولانا سبحانه وتعالى ويديم هذا الأمر وبنشكر فضية المفتي الأستاذ الدكتور شوقي علام على هذه المبادرة وهذا الجهد الكبير الذي يمارسه في ملف الحفاظ على الأسرة المصرية ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه يكون ده في ميزان حسناته ويوسع كمان التأثير بهذا الأمر ويجعله إن شاء الله باب من أبواب تماسك المجتمع وباب من أبواب فتح أبواب السعادة للمجتمع وإنزال البركة علينا يا رب مددك انظر إلى مجتمعنا بنظر الرحمة ونظر اللطف ونظر المودة ونظر البركة يا كريم يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر